اشتركوا في القناة وهذا صحنك اذا ما عجبك اسحك تقولي ها؟ ممنوع قوعي يلا رح افتح الباب وارجعل عندك ماشي كيفك يا خانو؟ ليك هاي هي حضرة الشرطة هاي المخلوقة اللي قلتلكم عنها هيا بيزاتا حفظ فوتك ها، دائم بيزاتا ها، دائم بيزاتا ها، دائم بيزاتا زهرة بدي يطلب منك شغلة بكرة رح نلتيه أنا و سونا بدي منك تروحي معي مثل المرة الماضية لأنه إذا رحتي معي ما حدا رح يشك بشي علي أنت ما شفت المرة الماضية شو صار ولوين وصلنا ليك مجيد كمان إذا صار شي ودري بهي القصة شو رح تعمل وقتها إلي رح ترجع وتورط لسونا مرة تانية وبجزي قتلوها كمان علي بعدين خلي قصة التطلاق تمرق على خير بلا ما تعمل هلأ مشاكل مو وقته زهرة بس هالمرة يا الله لك شو صار ليك بعدين إنت إذا إجيتي معي سونا رح تقنع إنه إحنا رح نتطلا الله يوافق إك ساعتيني حضرة الشرطي مشايفة كيف عم تتخبى وراي من خوفها بدا تضل معي ما بدا تروح معه لا بنتا تروح ليش لحتى ما تروح؟ شوف حضرة الشرطي شوف بعينك أبصر كيف لعباني بقى للبنت من قبل عملت المستحيل وأخذت بنتي الكبيرة مني هلأ عم بتلف الدر وتتاخد لصغيرة كمان هاي واحدة مشدونة لأنه بزمانات وتوقفت بنتا قبل ما تشوفها أول خلقتها تطلع قد الكف تفرحة فقلة عقلها لها السبب هاي المقلوقة عم تحاول تسرقل أولاد مني ليك؟ أنا هلأ بدي أشتك عليها لأنه هاي واحدة مشدونة خطافة لأولاد تبيكفي بقى مممممممممممممممممممم يقولك انت شو طينتك فهمني كنتك المحترمة عم تضرب بنتك وهلأ جسم البنت مورم كله أنا جبتها لهون لحتى اهتم فيها واحميها وانت عم تشتكي وتقول اني واحدة مشدونة وعم تقول ايه كمان؟ طيب ماشي حضرة الشرطة انا كمان بشتكي على هذا الزلمة وبكرة القاضي لما يشوف جسم البنت مورم ومزرق من كترة ضرب بتعرف شو رح يصير ساعتها نيفين بتنحباس ورفيف بياخدوها منك بس هلا انت مجبورة تسلمي هاي البنت لأبوها ما في كي تتركيها عندك ايه بس انا حكيت لك كيف عم بيعاملوها اذا انت عندك اي شكوى بتروحي وبتأدمي للجيهات المختصة تعالي حبيبتي تعالي بنتي رفيف تعالي عندي حبيبتي ليكي؟ ليكي؟ هاي الشرطة الحبابين معنا هون لا تخافي ما حدا بيعمللك شي بعدين انا موجود هون اللي بéquرب عليك وبقتل فورا يلا بنتي يلا تعي معي خلينا نروح على البيت يلا يلا بابا يلا 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 بنتي يلا يلا حبيبتي يلا 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 بنتي مشي خلينا نروح على البيت بك خلال خلاص مو هيك حبيبتي لا تخافي وروحي ماشي لكني انا هون جنبك امتا ما بتحبي بيجيبوكي لعندي واذا نفين داعي اتك بشي او رجعت كمان ضربتك كأنه ابوه موجوده على قيد الحياة وما في داعي لهذا الكلام انت لا تدخلي بقى بكفي بقى بكفي لك شو بنتك فينا تركينا بحالنا شو هدا يا يلا تعي دانايي تعيي بابا تعيي الروع البيت يلا بنتي حبيبي يلا يلا بنتي تعيي يلا امشي ابي امشي يلا يلا روحي يعيش طلعي ابوه طلعي طلعي الطلعي سيارة حلوة طلعي هلا بيعبلんな ويويه على طريق أخذوا لرفيف مني ومشيوا ما قدرت أعمل شي أنا وعدت للبنت أني ضل جنبة وأحميها من النون قل لي هلأ شو بدنا نعمل؟ بلكي كمان رجعوا وضربوها عزات راح أتصرف أنت لا تاكلهم ما حدا راح يأذيها أنت خوفتي لرشيدي شوي وأنا راح أحكي معني فين وسليمان ونبوهن ما حدا يقرب عليها اللي مضايقني أنه رفيف كانت عم تبلش تتحسن معك حق رفيف بعدتها عندك وضع صار أحسن هلأ كمان لما زهرة تسمع راح تزعل كتير يا روحي كيفا؟ شو عاملة هلأ منيحة؟ إيه؟ بس زهرة راحت لتحكي مع ستي وأنت بتعرفي ستي لورين كسرت بخاطرة للبنت رجعت مرعوبة منها مو مشكلة راح ترتاح كلهم كم يوم وبتخلص من القصر ومن ستك بعد المحكمة راح سكنها معي بالبيت أنا وصيت هلأ على قوضة كرمالة إن شاء الله كل الأمور راح تتحسن بعدين إن شاء الله يا عزت يلا صحتين يسلموا لسه ما أكلت مثل الخلق شو لوين رايح؟ دائم مش بعت كتير بدي أطلع لبرة شوي غير جو زهرة يلا تايم شان تساعديني ماشي شو لوصة؟ عأساس مقررين تتطلقوا وشايفكن هلأ مثل السمنة والعسى شو لمصيبة جديدة اللي عم تجهزوها حضرتكم؟ لا عمي ما في شي من هان كل لوصة أنا وزهرة راح نطلع لبرة هيا هي منغير جو ما في مرة بتطلعوا لبرة إلا وبتصير مصيبة خليكن معبورين هون ما في طلعة من هلأ ورايح ممنوع تطلعوا روحوا علي شو بصير يعني؟ إذا طلعوا غيروا جو شوي شكراً لك بابا يلا زهرة يلا سليمان شو بتحب أعمل لك على العشا؟ أعملي اللي بدك ياه سليمان بس أنا عم اسألك مشان أعملك الأكل اللي أنت بتحبه اللي جاي على بالك شيء؟ وأنا عم قل لك أعملي اللي بدك ياهني فين رفيف حبيبتي لا تاكلهم ليكي شو رأيك؟ تروحي معي على الخان اليوم قومي نتسلل شوي وبتلعبي قد ما بدك موافقة حبيبتي؟ عدنان أنت نبهتني وعملت اللي عليك مشان تحميني من هدول الناس بس أنا أخدت قراري وماني خايفة من حدا ورح ضل هون شو رح تعملي يعني إذا ضليت عندي هون؟ قل لي بعدين أنت ليش مهتم فيني كل هالأد شو في دلال؟ ولا شي أنا حبيت اسمع صوتك وإحكي معك شوي وقلت ملكي منطلع أنا وياك ومنشرب فنجان قهوة أو منتغدى سواء إذا فاضي ليكي دلال؟ شكلك ما فهمتي كلامي ما؟ ومن اليوم ورايح ما في لا حكي ولا أشوفي ولا غيره فهمتي؟ والخاتم كمان بتشلحي من إصبعك ومين ما سألك بتقولي أنه أنت ما بدك تتزوجي فهمتي؟ لا تعمل هيك فيني عدنان لا تنهي اللي بيناتنا بها السرعة أعطينا فرصة تانية بترجع لك أنت شكلك ما عم تفهمي نحنا من زمان انتهينا عم تسمعي؟ خلصنا مثل ما عملت فيني وحرقت لي قلبي يا عدنان أنا كمان بوعدك أني رح أحرق لك قلبك وأزيك شكرا بس تقتنع سونا انه رح نطلع رح ااخده ونهرب انا وياها من الضيعة طيب افترض يعني انه سونا ما اجيت شو رح تعمل وقتا رح ضل وراه وما رح ايأس لو شو ما صار زهرة ما رح اتراجع ما حد حيخليني اتراجع عن يلي بديها اغا اجيت لحتى اخد الازم منك بدي زور اختي ايه ما عليش يروحي خليكي مصدقة وهي عم تضحك عليك شو اصدق وليه هي مانا رايحة لحتى تشوف اخته متوعدة هي وعلي اليوم اقولك انت شو عم تقولي من ويش عميها الحكي حتى ما عاد تليفون وانا سمعتن واذا ماناك مصدقني روحوا والحقه روحي يلا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شوفي شو لقيت وين لقيتها يا اغا لقيتها بيقوطي فاهميني هاي الابرة شو عم تعمل عندي فاطمة ما حليلك تخيتي غير بغرفتي انا شو بيعرفني هالابرة كيف وصلت عالقوضة اللي عندك بعدين يعني انا ليش بدي يروح خيط هني انت بهمنيح مرة تانية فهمتي دلال انتي شا عم تعملي هون اه؟ عم راتب له خزانته لعدنان فيه اشي ولا كان لازم اطلب اذنك راح تجي متأكد هلأ بتشوفي ايه اكيد يعني هي اكيد بتتمنى انه تجي تشوفك اصدك بجوز ما تجي مو ما بعرف خلينا عم نستنى بس اذا ما اجت انت لازم تتقبل الموضوع انت بتعرف وضعه صعب كتير ويمكن ما تقدر اشتركوا في القناة 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 علي اشتركوا في القناة 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 شكله متحمس كل آياتنا متحمسين يلا هانت اليوم رح تخلص بصة لهلأ معني مصدقة انه مرأة اليوم على خير ورح نخلص انا برأيي تكفوا احتفالكم بهذا اليوم بس مو هون خلونوا اطلع لبرة طقت روحي وانا ناطر امشوا خليني اطلع نستنى السيد علي برة على ليلي منشم هوا يلا تعالوا اطلع لبرة شو هالتخبيص هاد امك ليش لهلأ ما عملت شي بستغربة كيف ساكتي كيف سامحت لون يتصرفو هاي هالشي ما عم فهمو باية ما عم فهمو من شوي حكيت معرسو بس ما عم يرد عالتليفون يلا حبيبتي رفيف كلي كمان هاي اللئمة من ايدي لك انت كيف مبرد قلبك هيك؟ اليوم المحكمة رح تصدر قرارة بيطلع علي وزهرة ايه بعرف ولا على بالك شي ما هيك سليما ومهمك ابدا انه رح يفرقوا بيناتنا لك رح يفرقونا عن بعضنا ويمكن انهم يقتلونا كمان هيك نصيبنا شو منقدر نعمل نيفين؟ المشكلة مو طالع بيدنا شو نعمله؟ لا ما فينا نترك كل شي على القدر سليما نحنا ملازم نستسلم وننطر ما فيش يوماء له حي المفروض يلتقى شوفي ستتي لورين خانو وقفوا عم تعملي لوين أخبتي يا لأختي السلام عليكم وعليكم السلام ها أخي أنا جاهز خلونا نمشي فارجيني لشو؟ رح نروح ونحتفل كلنا سوا بس نطلع اليوم من المحكمة ما نروح ونحتفل أكيد رح نمبسط بس وقفوا لا تستعشلي خلونا بالأول نحل هالقصة بعدين منحتفل ونعمل اللي بتكون يا ماشي انتو عم تغلطوا كتير عزاد رح تندموا على كل شي عملتو اشتركوا في القناة لكن تفهمني شو عم تعمل هون ولك مو قلتلك انه رح نتواجه أنا وياك يا عدنان انا ما بقول شي وما بعمله يلا طلع لبرة عوات هيك الواحد بيتعامل مع الضيف عدنان عيب هالحكي ولو يا آغا بعدين نحنا في بيناتنا خبز وملح ما هيك عوات عمل لك لوح نقلع من هون ما قلتلي شو أخبر العشق يا عدنان بيك أصلا هداك اليوم لو ما قشيت وكنت خلصت على حبيبة القلب تبعك ولك انت واحد ايه اسمع منيش ورح قللك عدنان اذا ما رحت ووقفت هديك المعلمة واللي معها عن فتح المركز صدقني وقتا رح اقتلع لحبيبة القلب تبعك وبتشوف خلاص يا آغا كل شي انتهى هلأ وممنوعة توقفوا بطريقنا انتو عم تمشوا بطريق مسدود ورح تلفوا ودوروا ورح ترجعوا لنفس النقطة وما رح توصلوا لشي بالمرة عمي انا برأي لا تتعب حالك هيك عالفاضي لانه رح نوصل للي بدنا اياه واللي عميغلط هلأ مون احنا انتو واكيد ستي لورين رح تفهم شي يوم انا وزهرة رح نخلص من هادا السجن اللي حكمتوا علينا فيه وهلأ لا انتو ولا غيركن رح يوقفنا كلكن اسمعوني منيح بدياكن تعارفوا طول ما فيه نفس بصدري يلي بتقولوا عاداتنا هو اللي رح يصير وانا اللي حتى امشي على عاداتنا زهرة عرفنا كلنا انه ما بتكون بنت رشيد وميثون ولهيك جبت بنتو لرشيد الحقيقية لا تكون كنة لهالأصر من اليوم هو رايح اللي رح تكون كنتنا ومرته العلي هي رفيف ومن هون لحتى رفيف تكبر وتوصل لعمل الزواج بديتضل هون بهذا الأصر خرم عليكم ما فيكم تعملوا اشي باختين صغيرة انتي يا فصحوني جايت حاسبيني رح نمشي على عاداته الأصول ما عنا غير هالحال هاي رفيف اخت سليمان اخته الحقيقية ومشان هيك لو شو ما صار رفيف رح تجي لهون على الأصر ورح تكون كنتنا واقفة عندكم لك ستة لورين انت بالذات لا تقول ولا كلمة عالذات انتي اكيد جنيتي شو باكون ليش ساكتين احكوا شي كلمة شو ما حدا فيكم رح يمنع هالمسخرة بها العالة الشخص الوحيد اللي بيفكر صحه عنده ضميره وعزات احكوا اي شي ليش كلكون ساكتين هاي بيكفي ولك عميك سمعني منيح اذا تجرقت ولمست شعرة من راس ملك بقتلك بلا عن جد اللي عدنان منين جبت كل هالمحبة مادام هديك المعلمة غاليك كل هالقد عليك بدل ما تجي وتهددني حاكيها الى خليها تتعقل وتترك هالعناد وإلا ما رح يصير خير لك عواد انا قلتلك لا تقرب عليها فاهمان واقف عندك ولا تطول لسانك وإيدك هالمرة انت مجبور تنفس كل اللي طلبته منك رح تقنع المعلمة لتتراجع عن فكرة هداك المركز وهيك انت بتضل عايش ولمعلمة بتضل عايشي وانا بريح راسي اشتركوا في القناة أخ منك يا ملك كل اللي عملتي بزهرة ما رح تعيدي برفيف سمعتي؟ ما رح أسمح لك تاخديها وتحبسيها بجهنمي لك انتي مين بتكوني لحد تتحكي معي بها الطريقة؟ نلعي من بيتي فوراً أنا ماني متحركة من هون غير ما أخذ رفيف وزهرة هدي زهرة هي حرة تنقلها لوين ما بدها بس هاي رفيف صارت ملكنا من اليوم هااااااا حااااااااااااااااااااااااااا شو هالعادات اللي ماشيين وراها؟ أنا بعرف أنه العادات من خلقت لتساعد الناس العادات أخلاق طول عمرا يصر مو عصر انتـ؟ لا تحكي شي لا عرفان مين عيلتك ولا شو عم تعمل هون ليكون بتعرف من العادات أكتر مني عزات خدا وطلعوا من هون قبل ما تفلت الأمور بالقصر يلا قبل ما أخد رفيس ماني متحركة لمكان عم تفهموا ما رح أدركها بين إيديكن أبدا روي ملك هالأمور ما بتنحل بالصوت العلي ستي لورين ياريت اسمعيني شوي سكوت عزات ما بدي اسمع صوتك انت ايه انت ورجعت اللي قلبي زعلتني أكتر من أي حدا بقدنيك اللقص موقفك حقية بأملي فيك كثير اختاروا يا عيب السقوم عليك عم بتصل بسمعهم يردوا على الموبايلات يا ربي معقول ما حدا فيهن هنيك منتبه على الموبايلو ولك أنا اللي ما فهمته ستك ليش أخدت رفيف معه يمكن زهرة حبت انه أختها تكون معه مو شي جديد وين القصة يعني لوين سيمان لوين راي سيمان عم بسألك ليش معم ترد وبعدين معك انت الثاني من هلأ ورايح كلمة عادات معناها أنا يلي بيكسر عاداتنا وأعرافنا بالأول لازم يعرف انه عم يكسرني ويتطاول علي دخيلك ستي لورين تبسرج لكي تركيا لرافيف ستي الله يوفقك شوفيها هي لسا لابنت صغيرة دخيلك تركيا تروح الله يخليكي شوفي حالتا تليكي كيف عم ترجو تطلع يقليش برعوبة أصلا من لما أمي توفيت ما حكيت ولا كلمة واحدة حتى الله يوفقك يا ستي خليها ترجع لها تساوي فيها زهرة انت ملك علاقة ليش هيك عم تطلعي فيها قدلتي حالك لتتركي القصر هلا صار فيكي تروحي لوين ما بدك ما عدقلك شغل عنا روحي طلعي يا سنتي لورين الله يخلي زوتيها كتير خلصينا بقى يلا روحي من هون اتحركي لا عدي عنا حي هلتي لا تتخلي عمي لو سمح شو عم تساوي انت قديش رح تتعد علينا لسا قلي قديش رح تضلها يشيطانة عم توز براسك علينا رفيف بري رستو بلا بقى تخليها تفوت زهرا يلا بنتي ما فيكي تفوت بستو مور دروكل بنتي بس يا أغا أنا شو عمل لك افضل اشتركوا في القناة وأخبر شكرا للمشاهدة